موسيقى لحظات هتؤثر فينا جميعا أي جسد سوف يرتعش أي جسد سوف يرتعش حتى دون وعي من صاحبه ترتعش الأجساد من هذه الأصوات التي سنسمعها بعد قليل وهي تنطق بالشهادتين في لحظات الموت الأخيرة يعني بعد النطق بالشهادتين يعني حالة الوفاة لكن أنا عايز أقول ليه عرضناها؟ لأنه الذين يدعون أنهم قتلوا باسم الإسلام بنقول لهم لا يعني هؤلاء أكثر إسلاما منكم وأنتم لا تعرفون شيئا عن الإسلام ولا حتى إذا كان أنت من تشعرف حرمة الدم الذي عصمه الإسلام يبقى هتتكلم باسم الإسلام لأنه الذي ينطق بالشهادتين قبل لحظة الموت هو الإنسان المؤمن يعني المؤمن دائما هو الذي يتذكر النطق بالشهادتين قبل لحظات الموت أعتقد بأنه الأجساد كلها سترتعش وأنه الأفئدة ستهتز من هذه المقاطع أو هذا المقطع الذي لا يتعدى عدة ثواني قليلة واللي هنسمعه وأيضا هنسمعه بعد المناقشة لما يبقى معانا والد ووالدة أحد الشهداء يعني اللهم تغمدهم بواسع رحمتك وألهم عائلتهم الصبر والسلوان دي لحظات الموت الناس دي قبل يعني لحظات من الموت والذين قتلوهم يدعون أنهم يتحدثون باسم الإسلام لا المؤمن هو الذي ينطق بالشهادتين بهذا الشكل قبل وفاته لكن هؤلاء الذين يدعون أنهم يتحدثون باسم الإسلام لا علاقة لهم بالإسلام عشان كده أنا صممت على أننا نعرض معكم هذا المقطع الصوتي الذي لا يتجاوز ثوان قليلة عشان الناس تشوف أنه يعني هؤلاء الذين كانوا يمشطون سيناء دفاعا عن الوطن ودفاعا عننا جميعا يعني استشهدوا وهذه اللحظات الأخيرة في حياتهم وهم ينطقون بالشهادة يعني أعتقد بأنه هذه المشاكل